موسيقى وحسات منفردة وموسعة تم خلالها التأكيد على وجود إرادة سياسية قوية لدي الجانبين لتطوير العلاقات فيما بينهم والاستفادة من العلاقات القائمة على مدى منذ استخلال شمال ماركدونيا للبناء عليها بما يحقق الاستفادة والمصلحة للدولتين تناولنا العلاقات السياسية الاقتصادية والثقافية أيضا تناولنا رئاسة شمال ماركدونيا لتعاون فيما بين منظمة التعاون والأمن الأوروبي والشركاء المتوسطيين وأيضا تولي شمال ماركدونيا خلال العام القادم لرئاسة منظمة التعاون والأمن الأوروبي وهي منظمة لمصر علاقات ممتدة معها عبر السنوات الماضية هناك اهتمام بالاستمرار التنسيق الوسيق فيما بين البلدين وأيضا في الإطار المتعدد والدعم المتبادل للمرشحين من قبل البلدين في إطار منظمة الأمم المتحدة إن شاء الله تم الاتفاق على استئناف الحوار السياسي المنتظم فيما بين البلدين وأيضا المراجعة الكاملة للإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بما تلبي الاحتياجات وتتواكب مع التطورات وبما يؤدي إلى دفع العلاقة والارتخاء بها إن شاء الله سوف تلبي دعوة كريمة لتلقتها من معالي الوزير خلال العام القادم لزيارة سكوبيا وإن شاء الله تكون فرصة أخرى لتبادل وجهات النظر والعمل على تحديد مجالات التعاون واستكشاف المجالات الجديدة التي من شأنها أن تخدم مصارح الجانبين خلال مباحثاتنا أيضا تطرقنا إلى الأوضاع سواء في منطقة البلقان الغربي وأيضا منطقة الشرق الأوسط والتحديات الكثيرة التي تواجه الترفين تم استعراض الموقف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الأوضاع في ليبيا أيضا الجهود التي تبزلها مصر في تحقيق الاستقرار في جهودها التنموية في التعامل مع قضايا الإرهاب والمهاجهة الإرهاب وأيضا الجهود التي بزلتها مصر ونجحتها في سيطرة على قضية الهجرة غير الشرعية وتستمر مصر في كل الجهود من أجل إقامة علاقات تعاون علاقات صداقة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل ومبادئ نساق الأمم المتحدة والتأكيد أنه الأسلوب الذي تطورت بوضعية شمال مقدونيا منصر استقلالها وألاقتها في محيطها الإقليمي وانتمائتها وتطلحها أن تكون عضو بالاتحاد الأوروبي تفتح كلها أفاق جديدة ومتنوعة لألاقات بناءة فيما بين الجانبين مرة أخرى أتواجه بالشكر على زيارة معاني الوزير وترحيب به في مصر وأنا تطالع أن يتكون لنا لقاءات عديدة في المستقبل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا جزيلا أتواجه شكرا جزيلا وشكرا جزيلا فأنا أتفق مع معالي الوزير بأننا قد بالفعل أجرينا مباحثات صريحة وواضحة من أجل دعم العلاقات الثنائية والعلاقات الودية بين الطرفين. وهذا على أساس الاحترام والثقة والتزمنا سويا بفكرة تقوية هذه العلاقات والبحث عن فرص أفضل من أجل تنمية هذه العلاقات. واتفقنا على أن لدينا فرص رائعة من أجل تحسين هذه العلاقات وخاصة في الإطار التجاري والإطار الاقتصادي. ونحن بالفعل لدينا النواية من أجل توسيع هذه العلاقات وتكثيف هذه الجهود في إطار حوار سياسي. وأعتقد أن هذه الزيارة زيارة هامة بالفعل وتمثل حجر الأساس في هذا الإطار. وبالفعل قد وجهت الدعوة لصديقي معالي الوزير لكي يزور إسكوبي العاصمة المقدونية وذلك في العام القادم. وهناك خطوة أساسية وهي فكرة التواصل المباشر فيما يتعلق بالغرف التجارية من أجل تطوير العلاقات التجارية ومجالات الاتصالات. وكذلك من أجل تطوير آفاق كثيرة وآفاق متعددة من أجل مصالح البلدين والشعبين. ونحن على وعي كذلك بالتحديات المعاصرة التي نواجهها حاليا وكذلك الضرورة تنوع مصادر الغزاء. وخاصة حينما يكون لدينا وفرة من المنتجات الزراعية وفتح آفاق جديدة في الأسواق من أجل توسيع دائرة التعاون الاقتصادي وآفاق التعاون. وبحث عن كذلك إمكانيات أخرى. وكذلك ناقشنا فكرة القضايا في حوض المتوسط وخاصة الاتحادي من أجل المتوسط. وكذلك خاصة سيكون لدينا فرصة رائعة عندما نتولى رئاسة المنظمة. وكما تحدثنا من قبل أن مصر تعد شريكا أساسيا وهي شريك هامل للغاية في تعاونها مع منظمة الأمن والتعاون. وأعتقد أنها تلعب دورا هاما في مسألة مواجهة التحديات الأمن العالمية. وكما أخبرت صديقي العزيز معالي الوزير أن البعد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي لمصر يمثل حجر الأساس لهذه العلاقات. ويجعل بالفعل مصر عضوا أساسيا ولاعبا رئيسيا في إحداث توازنات. وخاصة في ظل هذه الأزمات التي نواجهها في العالم حاليا. وكما تعرفون أن الاعتداء الروسي الأوكراني في واقع الأمر إنما هو يمثل كذلك تحديا كبيرا وخاصة لهؤلاء الشركاء المتوسطيين. ونحن هنا نقدم كمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ممارسات رائعة وحوار متبادل لتبادل الخبرات. وكما تعرفون أننا ننظر إلى العديد من القضايا مثل التحول، التغير المناخي والتحديات الأخرى ننظر إليها بعين الاعتبار. تهديدات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات كلها من مواضع الاهتمام المشترك ويجب التصدي إليها وفقا للحوار والتفاهم. أشكرك معالي الوزير على ضيافتك الكريمة خلال زيارتي وكما أكدت في اجتماعنا لدينا دعوة مفتوحة وأنا أتطلع إلى الترحيب بك قريبا في سكوبيا حيث يمكننا مواصلة تبادل الحوار المثمر حول كافة القضايا التي تأملناه اليوم. شكراً جزيلاً. شكراً لأليات الأهمة لتحقيق الاستقرار وبناء أطر التعاون في النطاق الأوروبي أساساً ولكن الشركاء المتوسطين واتصالهم بالمنظمة واستفادتهم من البرامج المتاحة بتؤاهل لمزيد من مجالات التعاون. بالتأكيد أنه هناك رغبة من جانب الشركاء المتوسطين بأن يكون هناك مزيد من التركيز فيما يتعلق بالقضايا سواء السياسية أو علاقات التعاون الاقتصادي التي تربط بين الشركاء المتوسطين والمنظمة. ونتطلع بأن يستمر الحوار فيما بين الجانبين. ونتطلع إلى رئاسة شمال مقدونيا للمنظمة واتصالها بالمنطقة المتوسط بصفة عامة لأن تكون مروجة للتشاور في مداخل المنظمة ومع الشركاء لوضع الأليات والمجالات التي تعزز من التعاون من خلال المنظمة وتصبح أكثر تأثيرا في تحقيق الأمن والاستقرار. هناك تجارب خضتها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في السابق يمكن الاستفادة منها في المنطقة. ولكن أيضا هناك مجالات للتعاون وتكسيف التعاون الاقتصادي فيما بين الجانبين إذا ما وضعت الأليات والبرامج التي تحقق ذلك. على هذا السؤال أعتقد أننا قمنا كما تعرفون أننا قمنا بتأسيس هذه المنظمة في عام 1957 ومنذ ذلك الوقت ونحن نحاول تقوية أواصر العلاقات وتقوية أواصر التعاون من خلال الحوار ومن خلال التواصل المباشر وأعتقد أن هناك منهجا فريدا من نوعي في مواجهة كذلك التحديات الأمنية وتحقيق الاستقرار والسلام. وكما تعرفون أن الشركاء المتوسطين دائما ما يساهمون في هذا الأمر من أجل تعاون أكثر أكثر وكذلك سلام دائم. وأعتقد أننا نحتاج إلى أن نجلس وأن نتبادل الخبرات ونضع الأليات والتي تمكن المنظمة كذلك أن تحقق الأهداف. هناك كثير من التحديات التي نواجهها ونحن نعيد بأننا سوف نبزل قصارى جهدنا من أجل تطوير آليات التعاون وآليات التواصل مع الشركاء المتوسطين. وكما تعرفون أن جمهورية شمال مقدونيا تلعب دورا فعالا وتلعب ولعب بالفعل في عام 2022. ونحن كذلك سوف نتبادل الخبرات بعد فترة من التوقف في الأردن منذ الفترة السابقة. ونحن نعيد بمزيد من التعاون وأوجه التواصل. وأعتقد أن هذا المؤتمر كان مؤتمرا ناجحا. ونحن سوف نستمر في بناء كثير من العلاقات التعاونية والبناء بين الطرفين. شكرا فإن دم حمد جمال. شكرا. أسرائيل مع الوزير السامح شكري بخصوص القمة العربية الصينية الأولى في الرياض. تقارير أمريكية تتحدث أن هذا يعني انتقال من التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية واستبدالها بالمحور الصيني. ما ردكم على هذه الأقويل؟ سؤال لمعالي وزير خارجية مقدونيا بخصوص حديث الرئيس المقدوني يوم الأربعان المقبل بأن حوالي ربع الشعب المقدوني لم يعد يقبل بفكرة الانضمام للتحاد الأوروبي. هل هي رسالة من مقدونيا لدول التحاد الأوروبي لتسريع انضمام بلادكم إلى المنظمة بعد ضمها لحلف الناتو في مارس 2020؟ أم أنها رسالة أن مقدونيا لا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في زل تراجع الدعم الشعبي للانضمام للتحاد الأوروبي؟ شكراً جزيلاً. ليس فقط في مصدر مصدونيا ولكن في المنظمة الانضمام للتحاد الأوروبي. هناك حاجة ملحة لفكرة التواصل مع الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن مقدونيا تلعب دوراً مركزياً في هذا الأمر. وكما تعرفون أننا محطون بكل أعضاء الاتحاد الأوروبي. ولدينا كذلك أواصر سياسية. وكما تعرفون أن اقتصادنا متكامل مع الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أن هذا قرار مصيري بالنسبة لشعبنا في 30 عاماً الماضية من أجل أن ندخل في تكامل وأن ننضم للاتحاد الأوروبي. والنقطة الثانية هناك تحولات وتغيرات تحدث في اتجاهات الأفراد. وكما تعرفون أن هذا ربما نابع من عملية التحديات التي نواجهها في رحلة الانضمام. وربما لدينا الكثير ربما لديهم قناعة بأن هذا هو مصيرنا في نهاية المطاف. وبالتالي سوف يكون هناك كثير من المنافع والمصالح المشتركة. فهذا هو البديل الذي هو أمامنا الآن. وأعتقد أن المشروع الأوروبي سيكتمل حينما تنضم دول البلقان كذلك. فيما يتعلق بالقمة العربية الصينية التي عاخدت في الرياض بالأمس. وتأكيد أن توجه مصر هو متسق مع توجه بقية الشقاء العرب في إقامة علاقات متوازنة على أساس المصالح المشتركة. فيما بين كافة الشركاء الدوليين. ولا أحد ينكر بأن في صين دولة من الدول دائمة والعضوية في مجلس الأمن. دولة استطاعت خلال المرحلة الماضية أن تحقق إنجازات ضخمة في المجال الاقتصادي. وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم. لها تأثيرها في محيطها الإقليمي والمحيط الدولي. بحكم مكانتها وبقدرتها. وأنه بالتأكيد أن هناك اهتمام لدي الدول العربية بأن تكون لها علاقات متوازنة. مع كافة الشركاء الدوليين بما يحقق المصالح المشتركة دون أن تكون هذه العلاقات على حساب أي طرف آخر. فالمصر وشركائها وشقائها العرب. الاهتمام تسعى لتعزيز العلاقات مع الشركة الصيني. بما يؤدي إلى توسيع رقعة التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي. الصين حضارة عريقة وأيضا الدول العربية تمثل حضارة أسهمة في التكوين الإنساني الراهن. وبالتالي هناك أسس تاريخية لهذه العلاقة يتم البناء عليها. لكن مرة أخرى لا ينظر إلى هذا التطور باعتبار أنه ينتقس من أي علاقة أخرى. وإنما هو يعزز من التفاهم والشراكة والاستقرار وإقامة علاقات على أسس سليمة متصقة مع ميثاق الأمم المتحدة. ومع أهداف التنموية لتسعى الدول العربية إلى تحقيقها لصالح شعوبها. السؤال الأخير. السؤال الأخير. استفضل. محمد فتحي قطاع الأخبار للإزعاع. السؤال للوزيرين برضو. يعني احنا بنسأل برضو أن هل مع الوزير اللي سألته تناقشته وتمحدته بشأن الهجرة غير الشرعية بين الوزيرين. خاصة أن شمال مغدونيا لها دور كبير في مجموعة الشركاء للأمن. وهذا أمر مهم خاصة أن برضو يعني في اكتبر الماضي تم توقيع اتفاقية يعني في تسرين الماضي يعني عشان خاطر الموضوع الهجرة غير شرعية. تناولنا خلال مباحثاتنا خضية الهجرة غير شرعية. وشرحت معالي الوزير. الإدراك المصري لمدى حساسية هذه القضية بالنسبة لشركائنا في أوروبا. والجهود اللي اتطلعت بها مصر لمنع أي هجرة شرعية تصدر من أراضيها. سواء من خلال اتخاذ الوسائل الأمنية لمراقبة حدودها البحرية. وأيضا العمل على تفكيك منظومات الجريمة المنظمة التي تستغل هذه القضية لتحقيق الأرباح. والجهود التنموية أيضا اللي اتخذناها لتوفير فرص العمالة للمواطنين المصريين. بما يحميهم من المخاطر المرتبطة بالهجرة بحثا عن فوائد الاقتصادية. وكل ذلك أدى إلى أنه لم تخرج أي سفينة لهجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر من 2016. ولكن أيضا أكدت للوزير بأن مصر ملتزمة بكل الأطر القانونية اللي انضمت إليها لتتناول قضية الهجرة بصفة عامة. وأنها تتناول هذه القضية من منظور إنساني وحضاري وما استقبلته مصر خلال السنوات الماضية من أعداد كبيرة من المهاجرين بلغت حوالي 6 مليون. وبالتأكيد أن مصر تستضيف أشقائها على أراضيها مراعاة لدوافع اللي قدت إلى تركوهم لموطنهم. ولكن لم تقم مصر أي معسكرات للإيواء وإنما تركت حرية الامتزاج وتوفر لهؤلاء كافة الخدمات المتاحة للمواطنين المصريين. هذا من السبيل إدراك مصر لمسؤوليتها تجاه أشقائها مراعاة لقضايا حقوق الإنسان وإسكاء حقوق هؤلاء كفئة تحتاج للرعاية والدعم. وما نلقى من الشركاء في الاتحاد الأوروبي من دعم في الحقيقة لا يتناسب مع الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصري في هذا الصدد. ولكن نحن نستمر في سياساتنا من منطلق المبدأ ليس انتظارا أو تطلعا لاستقطاب التأييد. وإنما نطرح الأمر مجرد كوقائع وعلى شركائنا مراعاة هذا لأنه يصب فيه مصلحة المتبادلة لنا سواء في مصر أو لدي شركائنا في أوروبا. بالفعل لقد تحدثنا بشكل مطول كل التحديات التي تحدث بسبب فكرة الهجرة والهجرة الغير الشرعية وبسبب كذلك الرحلات الخطرة حتى يصل المهاجرين إلى المأوى الأخير. وبالتالي هناك كثير من التحديات وأعتقد وقما أوضحت لمعالي الوزير أننا نحن بالفعل نقدر تماما الدور المصري في مواجهة الهجرة الغير الشرعية. وأعتقد هذا دور رائع ويجب أن يساند ويدعم بكل قوة لأن دور مصر دور فعال في هذا الأمر. بعد ذلك في إحداث تدعيات ونتائج على الساحة الأوروبية. كما تعرفون أن مقدونيا الشمالية تلعب كذلك دورا هاما. وهناك ربما أربعة ملايين شخص في عام 2015 تجاوز الحدود المقدونية. ومنذ ذلك الحين نحاول أن نقوي من هذه العلاقات ونحاول أن نضع حدا لهذا الأمر. ومن خلال الترتيبات الثنائية نستطيع أن نحقق هذا التطور النوعي وكذلك تقوية القدرات. فمن يناير حتى الآن لقد منعنا 23 ألف محاولة هجرة غير شرعية من يوناني إلى شمال مقدونيا. وربما كان هناك كذلك من دول أوروبية كانت تحاول أفراد يحاولون دخولها عبر الحدود الأوروبية. ومن هنا فنحن بالفعل نحن اتحق وكسفنا كل جهودنا مع الحلفاء الأوروبيين. وبالفعل اليوم قمنا بتوقيع الاتفاقية من أجل استخدام كافة قدراتنا من أجل كذلك التوسيع محاوة مواجهة هذه الظاهرة وتوسيع جهودنا في هذا الإطار. وبما له من تأثيرات متتابعة بعد ذلك.